جماعة اليوم رح أجاوب على أكثر سؤال وصلني مؤخرا هل في أي شيء ممكن يحصل للبيتكوين الآن يخليني أصير سلبي على البيتكوين؟ جماعة هذا الفيديو مرة مهم بتكلم عن البيتكوين، الإثيريوم والكردانو جماعة إذا أنتم مش عارفين حاب أعرفكم أنه عندنا قناة باللغة العربية والإيطالية والهندية فإذا تعرف أي أحد يتكلم هذه اللغات بحط الرابط في صندوق الوصف لأنه نقدم مسابقات مستمرة على هذه القنوات وكمان عملنا تعاون مع هذه القناة الهندية قناة شيفام لأن قلبه شكله في المكان الصحيح اللي هو في العملات الرقمية وراح يكون في تعاون بيننا مستقبلا مع قناوات أخرى طيب مرحبا بكم مرة أخرى اسم منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت تجد على هذه القناة سبوا سبسكرايب وفعل الجرس الآن طيب جماعة إذا عايزين تربحوا عملات رقمية بقيمة 25 دولار و50 دولار و75 دولار و100 دولار و125 دولار كل اللي عليك إنك تسوي سبسكرايب وتفعل الجرس وتشوف الفيديو علشان تعرف سؤال اليوم وجاوب عليه في الكومنتات ودخل السحب على هذه العملات لما نوصل إلى 250 مشترك طيب خلونا ندخل مباشرة على البيتكوين وإيش نقدر نشوفه هنا؟ نقدر نشوف إنه الارتداد اللي حصلنا عليه من الهبوط القوي هذا إلى مستوى 42.800 دولار الارتداد تحول إلى حركة جانبية هابطة وإحنا نمشي بحركة جانبية الآن وهذا مش اللي إحنا عايزين نشوفه صراحة أنا كنت أفضل أنه نحصل على صعود قوي سريع هنا قلت لكم هذا الشيء في فيديو أمس إني عايز أشوف صعود قوي هنا وإلا راح ننزل ونختبر مستوى 42.000 دولار طيب خلونا ندخل في السؤال نفسه هل في شيء ممكن يغير نظرتي في البيتكوين على المدى الطويل؟ طيب إذا شلنا كل هذه الخطوط وبعدنا هنا خلونا نروح على الفريم الأسبوعي طيب على الفريم الأسبوعي شوفوا هذا الترند كامل من عام 2018 من القاع هنا بصراحة الشكله مش سيء أبدا في الحقيقة هذا لسه شكله جيد للبيتكوين على الفريمات الطويلة الشيء الوحيد اللي مضايقني على الفريم الأسبوعي الآن هو هذه القمة هنا إذا هذه راح تكون هي القمة فراح بصراحة أقلق إذا مشى بشكل جانبي وبدأ يمشي بشكل هابط لأن هذا راح يكون معناه أنه حصلنا على قمة أسفل من قمة وفي هذه الحالة من المرجح أنه راح نستمر في الهبوط ولكن على المدى الطويل مرة يعني أتكلم عن عدة سنوات فأنا بصراحة أكبر بيتكوين بول على الإطلاق لأنه شوفوا إذا بعدنا هنا هذا ما يعتبر تشارت سيء وهذا فقط يرجع إلى 2015 فالبيتكوين عنده تشارت مرة ممتازة على المدى الطويل أما على المدى القصير هذا هو اللي لازم نتكلم عليه نتكلم على إيش لازم ننتبه الآن إذا شفنا على متوسط الحركة الأسبوعية تقدروا تشوفوا إنه نزلنا هنا واختبرناه وهذا في العادة دعم قوي وفي الحقيقة واحدة من المرات القليلة اللي كسرنا فيها هذا الخط في البول ماركت كانت هنا وهذا كان في شهر مايو من هذه السنة ولكن غير هذه الحالة هذا يعتبر دعم قوي وأتوقع إنه راح يظل دعم قوي ونشوف إنه هذا حاليا عند مستوى 42 ألف دولار وفي الحقيقة لا يعني 43 ألف دولار وهذا المستوى مرة مهم فلازم نركز عليه طيب خلونا نروح على اليومي خلونا نشوف على الفريمات الصغيرة طيب إيش نشوف هنا على الفريم اليومي نشوف إنه عندنا متوسط الحركة 200 يوم يطلع إلى خط الأحمر تقدروا تشوفوا هنا نشوف إنه الخط البنفسجي يطلع إلى هنا وهذا راح يدعم ويقوي هذا المنطقة كاملة عند مستوى 42 ألف دولار خليكم معاي جماعة راح تفهموا اللي أقصده طيب نعرف إنه عندنا متوسط الحركة الإسبوعي في هذه المنطقة ونعرف إنه عندنا خط الأحمر ومتوسط الحركة اليومي 200 يوم اللي هو الخط البنفسجي كمان طيب اللي عايزين نشوفه على المدى القصير إنه عايزين مستوى 42 ألف دولار يمسك السعر وعندي إيمان إنه هذا راح يمسك السعر إذا نزلنا إلى هنا في قوة دعم كبيرة عند مستوى 42 ألف دولار راح أكون أكبر المشتريين في حالة نزلنا إلى مستوى 42 ألف دولار ممكن ننزل في ديال الشمعة إلى هذه المنطقة لمدة تقريبا يوم أو أسبوع ولكن أهم شيء إنه نقفل فوق مستوى 42 ألف دولار فهل أكيد 100% إنه راح ينزل إلى هذا المستوى لا ولكن هل إذا نزلنا إلى هنا 100% إنه هذا راح يمسك السعر صراحة احتمال كبير إنه يمسك ولكن زي ما تعرفوا ما في شيء أكيد في عالم العملات الرقمية ولكن راح أكون من أكبر المشتريين في حال نزلنا إلى مستوى 42 ألف دولار طيب في حال إنه ما مسك هذا السعر فأنا أتوقع إنه راح ينزل إلى مستوى 30 ألف دولار وبعدها راح أقول إنه من المحتمل إنه هذه كانت الصعود الثاني في هذا البول ماركت الصعود الأول كان إلى سعر 64 ألف دولار والصعود الثاني كان فقط إلى مستوى 52 ألف دولار طيب وهذا يعتبر أسوأ سيناريو طيب جماعة أشوفوا زي ما قلت لكم إنه أتوقع إنه مستوى 42 ألف دولار راح يمسك ولكن إذا ما حصلنا على هذا الدعم فأنا أعتقد إنه البول ماركت انتهى فلازم أكون واضح بهذا الشيء لأنه تذكروا لما نزلنا إلى مستوى 30 ألف دولار كنت واحد من الناس القليلين جداً اللي اشتروا في هذا القاع وكنت أقول إنه هذه فرصة شراء ممتازة وإنه هذا المستوى راح يمسك وفي كل مرة كنا نهبط إلى هذا المستوى كنت أشتري أكثر اللي أقوله الآن إنه أنا عندي إيمان إنه مستوى 42 ألف راح يمسك السعر ولكن إذا ما مسك السعر فاتوقعوا هبوط إلى مستوى 30 ألف دولار فمرة أخرى أنا أعتقد إنه هذا مستوى دعم قوي ولكن لازم نكون مجهزين لكل شيء طيب إذا بعدنا خلونا نشوف هذا اللي تشارت معلش هذا شيء كنت أوري للقناة اللي نتعاون معها طيب راح أشيل هذه الأشياء بسرعة وراح أوريكم ليش هذا مهم وإيش اللي أقصده بهذا الشيء طيب اللي نشوفه الآن هو الصعود القوي إلى 64 ألف دولار ولنقدر نشوفه هنا إنه عندنا ترند واضح قمة أعلى من قمة ووقع أعلى من قاح طيب استمرنا طلعنا فوق وبعدين نزلنا ولكن حصلنا على قاع أعلى هذا القاع أعلى من هذا القاع فاستمرنا بالحصول على قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع إلى هذه النقطة هنا لما أخيرا حصلنا على قاع أسفل من قاع القاع أسفل من هذا القاع واللي كنا عايزين نشوفه في ذاك الوقت كنا عايزين نشوفه ارتداد قوي للأعلى ولكن هذا الارتداد فقط أخذنا من 45 ألف دولار إلى 60 ألف دولار ولكن كان قمة أسفل من القمة السابقة فهذا عطانا التحذير طيب إذا نشوف حركة السعر الآن إيش نشوف؟ نشوف إنه عندنا تريند بوليش هذا تريند مر بوليش حصلنا على قاع أعلى من قاع وقمة أعلى من قمة ولكن هذا القاع أسفل من أي قاع آخر فهذا القاع يعتبر هو القاع الأسفل اللي كنا عايزين نشوفه هنا كنا عايزين الطلوع قوي ونحصل على قمة أعلى ولكن هذا شكله صعب الآن فهذا يعني إنه من المرجح الآن إنه ننزل إلى مستوى 42 ألف دولار فلازم هذا المستوى يمسك فهذه كانت إجابتي على السؤال وهذه كانت إجابة طويلة ولكن كنت عايز أشرح لكم اللي أحسه هنا طيب فخط الأحمر عند مستوى 42 ألف دولار احتمال كبير راح يمسك السعر وإذا ما مسك السعر فأتوقع هبوط قوي إلى مستوى 30 ألف دولار على الأقل وبحدود هذا الشيء راح أتوقع إنه البول ماركت انتهى وراح نقيم السوق لما ننزل إلى هذا المستوى ولكن أعتقد إنه هذا راح يمسك السعر فلازم أكرر هذا الشيء كثير لأنه خايف إنه الناس يفهموني غلط ويتوقعوا إنه راح ننزل إلى مستوى 30 ألف دولار مش هذا اللي أقصده أنا اللي أقصده هو فقط في حال إنه هبطنا تحت مستوى 42 ألف دولار ولكن هذا مستوى دعم قوي ربما إني قلت هذا الشيء الآن تقريبا 100 مرة ولكن هذا كان كل شيء في البيتكوين طيب بالنسبة لإيثيريوم عندنا دعم عند 3000 دولار ولسه نعاني عند الخط البني وحصلنا على دعم ومرة أخرى الارتداد الأعلى ما كان قوي والآن حصلنا على قاع أسفل من قاع كمان فأكيد إنه الإيثيريوم راح يتبع البيتكوين أما على الكاردانو الكاردانو حصلنا على طلوع جيد وهذا بسبب الحدث اللي هو العقود الذكية حصلنا على شمعة خضراء كبيرة هنا فخط المقاومة القادم بيكون عندي 2 دولار و 80 سنت والمقاومة اللي بعدها راح تكون عن 3 دولار و 40 سنت فهذا كان كل شيء عندي اليوم فيديو سريع عن السوق وراح أخليكم على اطلاع دائم بحالة السوق لا تنسوا تسويوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وراح أشوفكم في الفيديو القادم